موسيقى كل يوم يمر يقرب عشاق الكرة كرة القدم ومشجعي منتخبات المشاركة في منديال قطر 2022 من رؤية منتخباتهم وهي تصول وتجول على المستطير الأخضر البعض يبحث عن المتعة في الشاشات لكن البعض يرى أن رؤية المباريات بالعين المجردة متعة ما بعدها متعة لهذه الغاية أطلقت لجنة اللجنة العليا للمشاريع والإرث برنامج بطاقة هيئة الرقمية التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لمباريات كأس العالم في قطر هذه المنصة أصبحت الشغل الشاغل للراغبين في حضور المباريات سواء من قطر أو خارجها ينبغي على المشجعين من الخارج شراء التذاكر أولا ومن ثم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيئة وتفعيلها عبر تأكيد حجوزات الإقامة عبر الحجوزات على الأنترنت أو تأكيد الإقامة مع الأهل والأصدقاء مثلا إذا كان لهم أهل وأصدقاء في قطر يقيمون معهم سيحتاج المشجعون لبطاقة هيئة خلال البطولة حتى لو كانت إقامتهم ليوم واحد حيث ستكون البطاقة بمثابة تأشير الدخول إلى البلاد أما المشجعون من داخل قطر فيحتاجون لتذكر فقط وبيانات شخصية عنهم ويحصرون على البطاقة السيد سعيد علي الكواري وهو المدير التنفيذي لمنصة هيئة تكلم للإعلام المحلي عن مزايا البطاقة وقالب الدخول إلى الاستاذات المنديالية التي تستضيف مباريات البطولة والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام هذه مزايا بطاقة هيئة الحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر وحضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة هذه كلها تتيحها بطاقة هيئة ولكن تقريرا نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية ذلك التقرير يرجح أن نجوم كأس العالم سيدفعون فواتير قد تصل إلى 300 ألف جنيه استرليني لتأمين الإقامة لعائلاتهم مثلا في قطر وقد تجبر تلك الأسعار المذهلة تجبر طبعا من ذويهم وأحبائهم على البقاء في دبي والاستمتاع بمباريات لكن عن بعد متوقع المشاهدين حضور مليون ومائتي ألف مشجع من 32 دولة ويقدر بأن هناك 175 ألف غرفة وشقة فندقية فقط متاحة للزائرين إلى عاصمة قطر الدوحة طبعا قلة المعروض قد رفع الأسعار وقيل إنها قد وصلت إلى 300 ألف جنيه استرليني نتحدث عن الفيلة العائلية وهي من 6 غرف نوم في منطقة اللؤلؤة بالدوحة بحسب ما كتبت صحيفة جيليبل الصحيفة تذكر بعد نشر التقرير قد أصيب بعض لاعبي كرة القدم بالذهول من الأسعار وقد يعتمدون على الإقامة في دبي والسفر لحضور المباريات إلى قطر وفي المقابل كشفت صحيفة اليوم السعودية في تقرير لها إن اقتراب موعد المونديال قد أدى لارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية تحديدا في محافظة الإحساء وهي محافظة حدودية مع قطر بنسبة تتراوح بين أربعة أضعاف وسبعة أضعاف الأسعار السابقة مشاهدين التسعة قطر للتعاقد مع شركات متخصصة في مجال الفنادق البحرية لتوفير نحو ستة آلاف غرفة فندقية عائمة خلال كأس العالم ذلك في محاولة للتغلب على أزمة الإقامة والسكن عند استضافة مونديال كأس العالم لعام 2022 لكن الكل يتطلع إلى نوفمبر القادم لمعرفة كيف ستسير تلك المباريات شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها